اشتركوا في القناة شكراً يا رب استجبت لصلواتي مايا قالتلي انه رح تعطي أرجم فرصة لا يعيشوا حب من جديد أنا بقدر اني أعطي فرصة وحدة وهي انه يقبل حبي إله بدون غش أو خيانه وإذا ما قدر انه يقبل هاد الشي وقتا ما رح يقدر حدا يحميه ولا حتى أنا أرجم خلاص أخد فرصته هلأ انتي أبداً ما بتستحق تعيش ولا حتى لحظة وحدة مع مايا انتي واحد غشاش أوفاشي 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 آه آه يلي لازم يموت وماتوا وعطوني بيموت ساعد كبير لكل حياتي أرجون واحد غشاش غشاش معي هلأ حبيبتي معي هلأ حبيبتي معي هلأ حبيبتي حبيبتي معي وأنا رح أنضل مع بعض كل العمر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة مرحبا اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 مايا هلا حبيبتي 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 طالما اجيت لهون فلازم اني اخد شي معي اذا ما كان هذا الشي مايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة فيه علاقات ما ممكن انني تطعف ما فيشي ممكن يفرقني عن سانج ابد。 هي هلا بهايالله обязательно الصعبه حاجتي انا انا اللي بقدر افهمها موحدة تاني اليوم انا ماني ابن حدا او زوج حدا او رفيه احدا اليوم انا بس رفيه على سانجل غبي انت شفت يا ابني ابوك ارجون مانوه ولا حتى مشانك انت انت شفت كيف هو تخانق معي اليوم وعصب هو دائما هيك بيعطي الناس اهمية زيادة عن اللزوم بدل ما يهتم فيني بس انت تولد لازم تصير تبهدل وبدالي وتخانق معه مشاني رح تعمل هيك انا كنت مفكرة انه لما انت تجي وقتها ابوك ارجون رح يتغير بس هو دائما بيعمل هيك شغلاته بيحط اعزار لحتى يبقى هيك وما يتغير فكرت انه لما تجي وقت ارجون رح يصير حنون ويصير عنده شوية احساس بس 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 ارجون لساته متل ما هو وما تغير وما اعمل شي بس بالحقيقة هو ما انه شخص صيء هو حدا بسيط كتير بس هو ما عم يفهم انه انه هو هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يساعدني وانه انا انا الوحيد اللي بيقدر حافز عليه واهتم فيه من بين كل الناس لانه هاد العالم مكان سيء ولانه ارجون كتير بسيط هو ما عم يفهم انه هاد العالم هالعالم مكان كتير بشيء كتير بشيء الواحدة بتقدر تفهم حب امه اله لما بتصير ام كما لاكي ماما بيقولوا انه الام بتعمل اي شي كر مع الابنة صح؟ هاد العالم مكان غريب لما لما شي حدا بيموت الناس بتبكي عليه وبيتخانقوا مع الناس يلي لسه عايشين انا كمان بدي تعاطف ماما انا بدي حدا يبكي علي ماما انا بدي حدا يبكي علي ماما انا بدي حدا يزعل علي ويوقف جمبي انا ب approكي علي ويعد بابا ارجون انا بدي ايروح لأند بابا حداء بابا سانج بابا شو انت مجنونة؟ لو أن الأصراخ بيقدر يرجع الناس الميتة كانت كل الدنيا كانت كل الدنيا رح تصرخ أنا كمان بدي حدا يبكي علي بيقولوا الأم ممكن أن تعمل أي شيء كرمال ابنه بتتخلى عن حياته بس كرمال ابنه ترجمة نانسي قنقر موسيقى شوفي عمتي سومان عمتدور عليكي بدي أياكي بدي أتحكي معك بشي مهم انتعادتك دائما انك تدخل بحياة الناس ولا مجبور على هالشي لان رفقتي سانج بحاجتي كتير هالشي كتير هي انفكرة ان بحاجتك يا ارجون بس لما انت بتتركها لحالة وبتبعد عنها باكدلك ان ما رح تبقى حاسة بهذا الشي نهائيا انا اسف سمي ما فيني اترك رفقتي لحالة انت لازم تتركها وتبعد عنها يا ارجون لانه اذا بقيت هيك هي ما رح تصير ابدا الي انا انت حصلت عليها يا سامي هي اكيد رح تكون بالنهاية اليك والعلاقة اللي بيناتنا هي صداقة هاي العلاقة عم تدايقني اذا لسه بتحكي عن ارجون كلمة واحدة ممليحة بأكدلك ما رح تكون بحالة تقدر تسمع فيها الجواب على اسئلتك هي انا كنت مفكر انه وجودك هون او عدم وجودك ما بيأثر نهائيا بس كنت غلطة طلع بيأثر كتير بيقولوا الام تعمل كل شي كرمع البنته ما هيك حتى انا اتضحي بحياتها بتضحي كرمع البنته انا فهمت هاد الشي اليوم يا ماما وانا فهمت هاد الشي لدرجة ما عم حس بالزم تتذكري من زمان لما كان قاشوين دائما يحبسني بغرفة كتير معتمة بابا بترجاك اتركني بابا كنت صرخ من الخوف كنت بتمنى انه حدا يسمع صوتي انا انا وقتا كنت فكر انه امي اكيد رح تجي لحتى تنقذني هي رح تعمل شي مشاني بس هي ما عملت اي شي انتي ما بتعرفي كيف بتحسي لما بتكوني لحالك بالعتمى بتبلشي تخافي من كل شي حواليكي وبتخافي حتى من حالك انا وقتا انا بلشت خاف من حالي يا ماما انا انا كنت كنت امنع حالي من الصرخ وكنت قول ساعدوني ساعدوني ماذا يساعدني بترجاكم بس ما كان حدا يسمعني يا ماما ليش 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 انتي ما اجيتي لحتى تنقذيني انتي شو كنتي ناطرة ماما كنتي كنتي ناطرة لحتى اكبر انتي انتي فهماني كل شي وبتعرفي كل شي عملته لهيك انتي خبرتي سانج عن المحل اللي خبيت فيه كرة الزاكرة صح لانك عرفتي انه هاد الشي اللي انا بديه تعرفي يا ماما ليش انا كنت اترك ادلة عالشي الغلط اللي يساوي لانه هدول الادلة ما انا كان بدي انه يجي حدا ويقدر يلاقي هاي الادلة اللي انا مخبيتها لانه هاي الادلة هي عبارة عن امل كانت صرخة مساعدة لحتى يجي حدا ويساعدني لهيك تمنيت انه حدا يلاقيه بس ما حدا اجا ما حدا جاو لا هلا ولا من قبل وانتي ليش انتي ليش ما كنتي تسمعي صريخي قوليلي ليش ما سمعتيني وجيتي ساعديني ليش ما سمعتيني لما كنت صرخ وابكي ليش ما اجيتي لحتى تنقزيني ليش ما سمعتيني وانا عم ابكي واتعذب ليش ليش اي نوع من الامة هات انتي اه قوليلي اي ام انتي بس انا انا رحكون ام كتير مثالية لابني اللي رح يجي اي نوع من الامة هات انتي اي نوع اقولي انتي ليش تجاهلتي دموعي وخافي وصريخي ماما ليش ليش وكمان بعدة بتجيب تلوميني على اللي عملته وبتسأليني ليش انا صرت هيك بسببك صرت هيك انتي اللي عملتيني هيك يا ماما انتي بسببك انتي انا صرت هيك بس خلص هلأ بكفي هلأ انتي بدك تسمعي كل شي رح احكي بغض النظر اذا انتي بدك تسمعي او لا ماني اخدي رأيك هلأ رح تسمعي كل شي ماما انتي بدك تساعديني لو اوصل اللي بديها بدك تساعدي بنتك لان ابي حاجتك بدك تساعديني وتسمعي مني ايه بترجاكي ماما بدك تساعديني لقدر اعمل اللي بديها بدك تساعديني ماما لو سمحتي بترجاكي ساماي بترجاك لا تخلي سانج تختار بين حبه اليك وصداقته القصة معنا متعلقة نهائيا بالحب وصداقه يا ارجو القصة هي عن الهوس كمان انا ما بحبه لسانج بعرف الشي لانه انا هو الشخص الوحيد يلي بيحبه عن جدا انا لما بغمض عيوني وقتها كل شي بشوفه قدامي هو بس تفاصيل وشه لا هيك هي راح تكون بس لالي حبي اليه هو هوسي يا ارجو وهوسي هاد بيخليني عصب وصير متل المجنون لما بشوفه مع حدا تاني انا بحبه كتير وفيني روح بهذا الحب لأي مدلة حتى خليها تكون الي لوحدي بترجاك انه تتركها يا ارجو لانه هي مانا قدرت تتركك اذا كان بدك مصلحت عن جد ترك بحاله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ليش ماما انتي ليش اخترتي انك ما تسمعي مني من قبل نحنا كنا مبسوطين مع بعض لحد ما بطلت تسمعي مني وبسبب هالشي انتي صرتي بها الوضع بس هلا انتي بدك تسمعي مني ماما وبدك تعملي كل شي بطلبه تتذكري اخر مرة لما انتي ما كنت تقبل تسمعيني وقتا شو صار؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تقربي علي مشان شو انتي بدك تنطقمي مني انا كتير وسقط فيكي وانتي رحتي خنتي سقطي وقتلتي اشوين ليش؟ انا فكرت انو كل شي رح يكون تمام بعد ما انتي تزوجتي بس انتي انتي دمرتي كل شي يا مايا انتي بعتتي اشوين عني والا انتي عم تخوفيني بيروحوا لقى شوين وبدك تخليني اصير مجنونة بدك تسبتي اني مجنونة؟ ليش؟ انا مااني مجنونة نهائيا واليوم رح اثبت من المجنون وخلي الكل يعرف انك مجنونة مااني مجنونة اشتركوا في القناة 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 ما حدا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة